شهدت الساحة الغنائية في مصر خلال الشهور الماضية عددا من الأغاني التي حققت شهرة واسعة لاختلاف كلماتها عن المعتاد وخلف كلمات عدد من هذه الأغاني هناك الشاعر صابر كمال صاحب أغانيه الأشهر ملتشت الألوب وعم الطبيب وهو ضيفي في هذه الحلقة أهلا بك يا صابر أهلا بك يا ناس صابر أنت مين؟ يعني أنت ظهرت تقريباً 2014 بس نجمك علي قوي في 2019 أغانيت ملتشت الألوب وهاجلها اديني خلفية عنك أنت مين؟ إيه خصتك؟ إيه حكايتك؟ إيه خلفيتك؟ أنا بدايتي أصلاً مش 2014 يعني يمكن أنا بدايتي قبل كده بكتير 2009 كانت أول ظهور لها خالص كانت مع الملحة النادر نور كان أخذ مني غنوة وغناها في أول ألبوم لي ودي كانت أول ظهور لها من بعدها بدأت أكمل خطواتي يعني حسيت أن أنا خلاص دي سكتي فلحد ما وصلت 2014 مروراً بقى بالثورة والأحداث اللي حصلت وصنعت المزيكة بتاعت تهدى شوية صنعت الأغاني بتاعت الدنيا تهدى شوية ومعتش فيه نشاط فعارفة كنا بنميل مع الدنيا لحد ما جيت في 2014 ابتدت تحصل خطوات إلى أن حصلت ملطاشة القلوب اللي حصلت بعدها كل الحاجات اللي أكيد سمعت أنت أصلاً منين يعني نشقتك وتفولتك والبيئة اللي طلعت فيها منين؟ أنا من منطقة الهرم مركز اسمه أبو نمرس قرية اسمها زاوية أبو مسلم دي المنطقة بالتفصيل اللي أنا منها يعني قبض عن جد يعني أنا من المنطقة أصارت فيك في إيه وأنت بتكتب الأغاني؟ يعني أكتر أغنية وأنت كتبتها كانت القارية والمكان والناس كانت في دماغك بص أقولك حاجة وارد يكون المخزون اللي عندي نتيجة أن أنا أحتكيت وأنا صغير زي ما بقولك دلوقتي كده في المدرسة حتى بأصدقائي في المنطقة اللي أنا منها والدتي من محافظة البحيرة فكان برضو عندها ثقافة تانية ما كانتش قاهرية يعني فكان عندها ثقافة تانية لما تحطي كل ده على بعضه كان في عندي مخزون ما من الألفاظ في بقى حاجة تأهيل الفطر بقى اللي بيخلي الألفاظ دي لما تعدي علي عمري ما بقدر أنساها مش مش شطرة مني يعني ولكن بلقها على طول في بالي وقت ما بحب استدعيها بتيجي كلها بمراضفتها بصورها كده يعني طبعا أنا هقف يعني عند ملتشط القلوب وبعدين أرجع لبدايتك مع تامر حسني 2014 ملتشط القلوب أنت في الأول كنت متوقع النجاح الكبير أو يداليها والله يا نسم أنا عمري ما عملت غنوة وكنت حطط لها توقعات إحنا بيبقى عندنا معايير معينة بنلتزم بيها وإحنا بنصنع الغنوة يعني لازم تكون طالعة متأكدين أنا والملحن وإحنا بنصنعها مثلا إن إحنا خلاص ما عادش ينفع نحط إيدنا في الغنوة دي تاني إحنا عاملين كل اللي علينا قبول الناس أو تفاعل الناس معاها دي حاجة بتبقى خارجة عننا إنت وإنت بتتكلم لسه من دقيقة عن البيئة ومفردات الأم والجدة والأهل ملتشت القلوب وكلمة جلاب المصايب دي دي جدتك تقولها مامتك تقولها حضرة بقوة في ملتشت القلوب الموضوع اللي كنت بكلمك عنه حضرة في سرسوب الهوى وفي جلاب المصايب ونصبنا العازة عارفة هتلاقيها هتلاقي المفردات دي كلها حضرة بشكل واضح جدا في غنوة ملتشت القلوب حقيقي ويمكن ده اللي خلى الناس حبيتها يعني كان عاون مع مصطفى شوقي كان جيد كان مستوعب يعني كان عظيم جدا كان عظيم فجئنا فجئنا كلنا حقيقي يعني في مصر كلها تفجئت واحنا من ضمنهم طبعا صننا على الأغنية لأن احنا كنا مش عارفين اللي هيغني الغنوة دي هيعرف يلبس الكاراكتر بتاعها ولا لا لأن كلام الغنوة زي ما انتي سمعتيها وحالتها كلها على بعضها مختلفة عن اللي حاصل في السوق نوعا ما يعني فهل الحد اللي هيوصل الماسج دي هيقدر يوصلها للناس بشكل ما يستغربهوش عليه وده اللي حصل مع مصطفى وده اللي خليها نكحة انت تعاونت كمان مع عمر دياب يعني انت تعاونت مع ناس كبيرة قوي ما شاء الله يعني في فترة زمنية تعتبر برضو مش كبيرة من 2014 انطلاقك ل2020 الحجم الاسماء اللي تعملت معاهم حجم نجوم كبار جدا في مصر تعاونت مع عمر دياب في الالبوم الاخير باغنيتين منهم واحدة البعض ربطها برصيف نمرة خمسة لا انا اللي ربط عمره ما يدايقني ابدا لانه لما بتحس بحالة شعورية ما متسمعها غنوة فترجعك لغنوة تانية ولما تكون الغنوة التانية دي رصيف نمرة خمسة دي حاجة تسعيني جدا انت وكنتش قاصد طيب قريبة قوي انت وكنتش قاصد لا طب انا هقولك على حاجة لو حاولت تحلليها كده طبعا الوقت مش هيسمح بس يعني وانت قاعدة كده باسمعيهم مفيش اي تشابه لا في المعنى يعني لا المضمون الكلام في رصيف نمرة خمسة عن دنيا تانية خالص والكلام فعم الطبيب عن ثلاث حواديد بواحد تعبان فرايح لدكتور لطبيب ورايح لعطار ورايح لكذا فهم الغنوتين مفهومش اي حاجة لها علاقة ببعض هو الربط حاصل لانه الاثنين عمر دياب والاثنين الحانة عمر دياب والاثنين هما الغنوتين اللما تدور فيهم هتلاقيهم بعادة عن قموس عمر دياب فهو هتلاقي الربط من هنا لكن ان الاثنين شبه بعض اه لا خالص يعني ما فيش شبه عمر دياب انت تعاونت معاه وكمان في اغنية عفريت الحب اللي هي بقى اسمها فاكرني يا حب الاول ازاي تم التعاون يعني الصلة ما بينك وما بين عمر دياب تمت ازاي من الاول خالص قصدق اه يعني زي تواصلت مع بعض عرضت عليه الاغاني ووافق وتم التعاون هو من الاول خالص تعاوني مع الفنان عمر دياب كان عن طريق الملحن صديق الملحن موهوب سامح كريم كان عرضت سامح على الفنان عمر دياب اغنية من كلماتي هي من ما شافتش النور لسه يعني واعجب بيها جدا ودي كانت بداية ان انا ابتدأت ابعت للفنان عمر دياب اقول له انا الشاعر الفلاني اللي كانت عجباج غنوة انا كاتبها بعتها لك سامح كريم وابتدأت من هنا امشي مع الفنان عمر دياب مشوار نتج عنه وغنه وتقلك ندم اللي هي اول غنوة اللي هي مع الفنان عمر دياب وكانت ألحانه وبعدها عم الطبيب اللي كانت برضه ألحانه والثالثة اللي هي فاكرني حب ألحان أستاذ وليد ساعده وتوزيع أحمد عائتل طيب نرجع بالزمن شوية 2014 تعاون مع تامر حسني جورج واسوف وايوان برضه كلهم ألوان مختلفة عن بعض ازاي تم التعاون وازاي تم التواصل معاهم تامر حسني انا بينه وبينه شغل من فترة طويلة يعني من قبل الغنوتين دول كمان كنت عامله حاجة قبلها الغنوتين دول كنا بديين تامر لما بنشتغل معه بيبقى فيه مجال للأخد وللرد يضيف غنوة ويشيلها ويرجع فيها تاني يعني تامر بيجرب كتير وبيفكر كتير يعني في الأغاني فكان غنوة تامر اختياره مثلا من ضمن الأغاني اللي كان تامر وقع عليه الاختيار اختارها يعني وقعد فترة طويلة يعني نسيها إلى أن نجي في يوم كده ألا عايز الغنوة دي يالله نجهز نسخن عليها كده نتحمس يعني ليها وابتدى فعلا ينفذها وحكايات الحب كنت عاملها مع ملحن اسم محمد أبيا نفذها ولحنها وبعتها لتامر فأعجب بيها تامر لكن عايز أقولك إنه الاتنين ما كنتش أنا الرابط المباشر اللي وصل الأغاني لتامر في الحالتين كان الملحن هو اللي وصل الأغاني لتامر هلو أنت بتكتب بتبقى حاطت في دماغك مطرب معين الأغنية دي تنفعله وتنفعل صوته ولا أنت بتكتب وبعدين يعني نشوف ممكن مين ياخدها في حالات نادرة جدا يعني في حالات نادرة جدا ممكن يبقى بال إن الغنوة دي هكتبها للمطرب الفلان ولكن العام إن أنا ببقى قاعد بحاسس حالة معينة مثلا بحاول أصغها بشكل جديد بشكل مختلف بشكل يكون فيه إضافة وبعد كده لما الملحن بيحط وجهة نظره اللي احنا برضو بيبين مين المطرب اللي يكون مناسب نقول ده ممكن تكتب أغاني مهرجانات؟ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ program ليه؟ رغم إنهي أحكاية برضو أي قصة وخثة لا لا لسبب لسبب بسيط مالهوش انا انا لا ارفض يعني انا ضد 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 كابتو حريت اي حد ولكن انا بسمعش مهرجانات فمش هقدر اعمل اغنية ومقدرش اسمعها بتزعل بتزعل يا صابر لو حد غير في كلمات الاغنية بتاعتك لو مطرب مثلا انا انا شايف انه زي زي عمر ديب انت كنت كاتب الاغنية باسم عفريت عفريت يا حب هو فاكرني يا حب مثلا يعني بصي لا لا ده مش تغيير ده مش تغيير خالص ده احنا هي كده كده كلمة فاكرني يا حب موجودة في الغنوة فكوني انا كنت شايف ان العنوان بتاع الغنوة يبقى عفريت الحب او الفنان عمر ديب شايف انه لما يبقى فاكرني يا حب انا مش بحسب ده تغيير التغيير طبعا اللي اصدق عليه ده اكتر حاجة دايق اي فنان في الدنيا انه وجهة نظره تبطر او يتخذ منها حاجات تتشال او تتعدل وتنزل من غير ما يترجع له وده في بعض الحالات للأسف بيحصل يعني في بعض الحالات اغانب ممكن مطرب ياخدها او حاجة فتتفاجئ بيها صانع الغنوة يتفاجئ وبيسمحها بسطر جديد ما كانش اي له مسلا بيكون نتيكتو ان انا باخد قرار ان انا مش هشتغل مع مطرب ده تاني معقول مهما كان حجم المطرب مهما كان حجم المطرب مشاريعك الجاية اي يا صابر مشاريع الجاية ان شاء الله بنجهز الفنان عمر دياب شغالين برضو على تعاون تاني مع عمر دياب لا يا احدى اه عمر دياب شغال على طول والفنانة انغام شغالين برضو يعني اعتزب تجربة جدا معاها يعني فشغالين برضو على حاجات تانية وفي حاجة خلاص اعلنوا عنها مبارح للفنانة روبي تنزل برضو قريب الايام دي ومحمد الفنان محمد محسن شغال معها في مشاريع وفي حاجات تانية شكرا صابر كمال الشاعر الغنائي شكرا جزيلا للمشاركة على شاشة بي بي سي